ردا على ما وصفها باعتداءة العدو زعم حزب الله إنه استهدف بأسلحة وصفها بالمناسبة مبنى يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مستوطنات يرؤون في الجليل الأعلى وكان ثلاثة عناصر من حزب الله قد لقوا حتفهم في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حولة جنوبي لبنان صباح الأحد كما تعرضت أطرف بلدة بيتلي في الجنوبية لقصف مدفعي عنيف قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إنه لا مفر من حرب سريعة ضد حزب الله تخرجه من المعركة وتحرمه من القدرة على أن يكون جزءا من خطة إيران للحرب في المنطقة خلال سنوات المقبلة وضف سموتريتش في تصريحات النقلات صحيفتها آرتس أن الحرب في لبنان سيكون لها تكاليف ولكن أي ثمن يتم دفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إسرائيل في المستقبل إذا لم تتحرك ضد حزب الله بحسب تعبيره ومعنا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة أستاذ أسعد مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا في الأخبار الليلة دائما أبدأ بتصريحات سموتريتش يتحدث الآن عن معركة سريعة حرب سريعة مع حزب الله عندما نتحدث عن سموتريتش نتحدث عن أقصى اليمين الإسرائيلية الذي يريد حربا مدمر على لبنان وكان يدعو بأوقات سابقة إلى فعلا قضاء على كل البلد اليوم هل هذا تغير بالنبرة الإسرائيلية حتى هذه الأصوات التي تذهب إلى أقصى الدعوات أو فعليا هي مزيد من الإنظارات للبنان يعني مثل ما وصفت حضرتك هذا يعني عن يمين نتنياهو اليمين المسمى متطرف هذه الأصوات ترتفع في إسرائيل أكثر كلما طال أمد المعركة وكلما وصلت الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى طريق مزدود أو شبه مزدود وبالتالي هناك مساران تطرحهما إسرائيل الأول هو مسار الدبلوماسية الذي عبر عنه وزير الدفاع بعد عودته من زيارة واشنطن بالقول أن إسرائيل غير راغبة في الحرب المسار الثاني الذي هو الخطة التالية إذا لم ينجح المسار الأول هناك عض أصابع بين حزب الله وإسرائيل على ما يبدو بمرحلة التعقيد في الوصول إلى حل أو الاتفاق على وقف اطلاق نار أو ترتبات أمنية في الجنوب لا ترتبات الأمنية متفق عليها ولا وقف اطلاق النار بالمبدأ والتوقيت متفق عليه لأن حزب الله يصر على أن يستمر بما يسميه حرب المساندة في ظل استمرار إسرائيل بعمليتها في غزة ولو بالمرحلة الثالثة ما حصل مع الموفد الأمريكي هو أنه أتى إلى تل أبيب ثم إلى بيروت ثم إلى تل أبيب على أمل أن يرسل رسالة إلى بيروت إلى رئيس مجلس نور بن بيبر تحديدا لكنه أقفل الخط يعني لم يرسل أي رسالة وذهب مباشرة إلى واشنطن ما يعني أن المساعي الأمريكية للوصول إلى وقف طلق نار أو ترتبات ما تزال تمر في أفق مسدوده طيب فعليا اليوم أستاذ أسعد هل مصلحة حزب الله بأن يدخل بحرب يعني إذا ما استمر هذا التعنت بحسب ما يصفه البعض من ناحية تذهب إلى مفاوضات فعليا مع إسرائيل وإنهاء هذه الجبهة جبهة الإسناد هل هناك قدر أصلا على خوضه حربا مع إسرائيل حرب شاملة وواسعة لا حزب الله فلنكون واضحين وحضرتكم نحن وجميع المراقبين بيعرفوا هذا الأمر أولا هم لم يفتحوا الحرب منذ صباح 28 لماذا؟ لأن إيران لا تريد الحرب طبعا أتت أمريكا بالأساطيل ورسمت خطوط حمر وبقيوا خلف الخطوط الحمر تموضعوا في منطقة ما بين الهدوء التام والحرب الكبرى يعني حرب عمليات المنوشات المساندة سموها المساندة منذ البداية إلى الآن إلى الغد لا إيران والحزب الله يريدان الحرب لأن الحرب تهدي طبعا حزب الله وبتوجيه ضربات قاسية على الرغم من أنه استعدى طوال عشرات السنوات الماضية هو قادر على إيلام إسرائيل بدربات موضوعية بالصواريخ والمسيرات ولكن إسرائيل قادر على تدمير لبنان وتدمير بنية حزب الله العسكرية وما بناه منذ العام 2006 على الأقل وإلى اليوم لا مصلحة على الإطلاق ولكن أيضا هم لا يستطيعون العودة إلى الوراء ولو مليمتر واحد بموضوع وقف اطلاق النار لأنه إذا أوقفوا اطلاق النار في ظل استمرار إسرائيل في حرب غزة تكون كل عملية المساندة قد ذهبت أدراج الرياح الأمر الثاني الترتيبات لا يستطيعون العودة عن الحدود لأن العودة عن الحدود هي يعني إرجاع إيران إلى الوراء لكي لا تكون على حدود إسرائيل وإيران تريد أن تكون على هذه الحدود طيب كثيرة هي التصريحات التي تذهب للقول أن حرب محدودة أو حرب سريعة أو حرب فقط تستهدف مناطق حزب الله تطرح الآن بسيناريوهات وحتى تطرح لبنانيا وكأنه هي السيناريو الأكثر قبولا بالمقارنة مع حرب شاملة بس عندما نتحدث عن حرب محدودة أو حرب سريعة هنا أي مناطق نتحدث عنها أستاذ أسعد لأنه اليوم وجود حزب الله لم يعد فقط بمنطقة واحدة بلبنان فكرة الحرب المحدودة تعني أن هناك تقسيما جديدا لمراحل الحرب لمفهوم الحرب من المناوشة التي أيضا هي مدرسة جديدة في علم الحرب يعني استسعت أشهر تقريبا طرفان يلتزمان بمناوشة مضبوطة يعني ترتفع تهبط ولكن تبقى ضمن أطر معينة لا يتخطها أي من الطرفين الانتقال إلى المرحلة الثانية وهناك مرحلة ثالثة هذه ما يعني بها الحرب المحدودة يعني معركة وسطية أو ضربة جوية كبيرة لمناطق حزب الله تطال بيروت أو الضاحية أو البقاع ربما تكون اقتصار على ضربة جوية كبيرة سيرد عليها حزب الله بضربة صاروخية ربما تطال مواقع حيوية في إسرائيل مواقع النفط الغاز في البحر يعني هذا خاضع لكيفية سير هذه المواجهة أو أن تكون الضربة المتوقع حصولها أو المتخيلة كما أردنا التعبير هي تعبير عن دخول بري لمسافة معينة لخلق بافرزون مترافق مع ضربة جوية طبعا هنا حزب الله يرد بمقاومة على الأرض ويرد بضرب بصواريخ بالصواريخ الدقيقة التي يطمح إلى أن تصل إلى مراكز توجع إسرائيل القصد من هذه المرحلة الوسطية أي المواجهة عدم الدخول أو الاشتياح الكبير للبنان ككل لبنان هذه أعتقاد أمر مستبعد جدا لأن موازين القوى العسكرية تتكلم على الأرض ولأن لا مصلحة للطرفين أو لإسرائيل بالتأكيد بالدخول في مواجهة حرب شبيهة بالـ 67 أو 73 أو الاشتياح الـ 82 شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارع على هذه المدخلة معنا في الأخبار الليلة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر